السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن present perfect المظاهرة التام أو الحضرة التام و time at variables وظروف الزمانية التي تأتي مع هذا الزمن إذن نتكلم عن كيفية استخدام هذه الظروف مع هذا الزمن بشكل مفصل بحيث أستطيع أن أستخدمهم بكل سهولة ويسر إن شاء الله نبدأ مع sense for كثير من المتعلمين اللغة الإنجليزية يجدون صغوة في استخدام sense for تابع معنا ستشوف سهل جدا استخدام هالظرفين هولا أول شيء for بمعنى لي أو لمدة أو لأجلي since منذو منذ ذاك الوقت أو منذ ذاك الحين بالنسبة لترجمتها for يأتي بعدها the period of time يعني فترة زمنية التي استغرقها الحدث فترة زمنية since a point in time نقطة محددة specific point in the past يعني نقطة محددة من الزمن الماضي إذن بالمقتصر for فترة زمنية كل هذه الفترة من البداية إلى الوقت الحاضر هنستخدم for أي نقطة من الماضي من البداية أي نقطة من هذا الزمن نستخدم معها sense نشوف بالخطة الزمني مثلا عندنا أحمد صار عنده أحداث حدث في 2017 زارة USA في 2017 وعاش في إيطاليا في 2018 من الوقت الحالي وتزوجها في 2019 سنشوف كيف نستخدم sense and for لاحظ هذا الخطة الزمني من 2017 إلى 2020 هذه نستخدم معها for لأنها هي فترة زمنية ثلاث سنوات إذن هذه فترة زمنية نستخدم for أي نقطة من الماضي نستخدم معها sense نشوف أحمد has visited USA since 2017 يعني لقد زارة أمريكا منذ 2017 اللحظ 2017 نقطة محددة ليست فترة زمنية مطولة إذن فترة أو نقطة محددة من الماضي طب نشوف أحمد has visited USA for three years لقد زار أحمد USA for three years لثلاث سنوات من 2017 إلى 2020 إذن هذه فترة زمنية مطولة إذن ثلاث سنوات نستخدم معها for إذن since إذا كان نقطة محددة من الماضي for إذا كان عندنا period of time فترة زمنية نشوف المثال آخر أحمد has lived in Italy since 2018 لقد عاش أحمد في إيطاليا منذ 2018 لاحظ 2018 هي نقطة محددة من الماضي استخدم معها since بينما أحمد has lived in Italy for two years لقد عاش في إيطاليا لمدة سنتين يعني 2018, 2019, 2020 اللي مدة سنتين إذن هذه من فترة 2018 إلى 2020 سنتين نكتب for two years الحدث الآخر مريد أحمد has got married since 2019 سنت 2019 هو تزوج إذن فترة محددة أو نقطة محددة من الماضي إذن نكتب since 2019 لأن نقطة محددة بينما أحمد has got married for one year إذا كان تزوجها لسنة أو منذ السنة اللاحظ الفترة هذه سنة وحدة إذن نستخدم معها for بالمحتصر عندنا هذا الخطة الزمني في أحداث معينة في وقت محدد إذن هذا نستخدم معها since الفترة المطولة هذه نستخدم معها for أمثل على for و since مثلا الفترة الزمنية أو نقطة محددة مثلا for three minutes لثلاثين دقيقة إذن فترة مطولة for one hour لساعة for one week لأسبوع for two months لشهرين for one year لسنة for three decades لثلاث عقود العقد عشر سنوات ثلاث عقود ثلاثين سنة for two centuries لقرنين القرن one century one century one century إذن مئة سنة two centuries إذن قرنين مئتي سنة since منذ منذ seven o'clock منذ الساعة السابعة since midday منذ منتصف النهار إذن نقطة محددة بأن هذه فترة مطولة إذن هذه فترة وهذه نقطة محددة since يستبدين منذ البارحة since tuesday منذ يوم الثلاثة since last year منذ السنة الماضية since last winter منذ الشتاء الماضي إذن بالمقتصر إذا كان عندنا فترة نستخدم for إذا كان نقطة محددة من الماضي نستخدم since بعض المتعلمين يعفون أنه for since فقط بالأزمنة التامة وهذا غلط لماذا for بمكانة استخدمها على present مع past يعني مضارع الماضي وأيضا مع future إذن for تأتي مع كل الأزمنة بينما since فقط تأتي مع الأزمنة التامة يعني يكون المضارع التام أو الماضي التام أو المضارع التام المستمر وهكذا من الأزمنة التامة إذن since فقط تأتي مع الأزمنة التامة بينما for تأتي مع جميع الأزمنة لاحظ they play for one hour every day يلعبونا لمدة ساعة يوميا إذن هذا present simple إذن مضارع بسيط استخدمنا for لمدة أو لأجل أحمد لابد يعني عاش أحمد في إيطاليا لمدة سنتين هذا first simple إذن استخدمنا for لمدة أو لي they will visit for three months سوف يزورون أمريكا لي يعني لمدة ثلاث أشهر إذن استخدمنا أيضا for أحمد has lived here for ten years لقد عاش أحمد هنا لمدة عشر سنوات إذن استخدمنا for إذن for تأتي مع جميع الأزمنة بمعنى لمدة أو لفترة معينة بينما السنس لا تأتي ألا بالأزمنة التامة باللغة الإنجليزية they have been playing since 9 am صار اللهم يلعبون منذ الساعة التاسعة إذن هذا سميحنا مضارع تام مستمر they have driven since يستردين لقد ساعة وكان يلعبون منذ البارحة إذن هذا مضارع تام إذن ننتبه since تأتي مع الأزمنة الperfect مع الأزمنة التامة فقط بينما for تأتي مع جميع الأزمنة ننتبه لهذه الملاحظة المهمة اللحظة هذه الجمل I've lived in this town 14 years يعني لقد عشت في هذه البلدة لمدة عشر سنوات أو لعشر سنوات I've يعني اختصار لي I have I've lived in this town since 1996 لقد عشت في هذه البلدة منذ عام 1996 إذن نقطة محددة إذن هذه فترة مطولة بين هذه نقطة محددة من الزمن الماضي إذن فترة مطولة نستخدم for since نستخدم مع نقطة محددة اللحظ كيف نقرأ السنة مثلا مثلا لا نقول 1966 كل رقمين مع بعض 1966 18 18 72 13 21 وهكذا إذن نكون رقمين نقرأهم مع بعض أثناء السنة المثال آخر We've known each other since we were at school لقد نعرف أو نعرف بعض البعض Since we were at school منذ كنا في المدرسة إذن منذ كنا في المدرسة هذه نقطة محددة من الزمن الماضي إذن نستخدم معها Since We've known each other since we were at school أيضا من الظروف الزمانية التي تأتي مع الزمن المضرعة التام Before قبل Ever من قبل Never لا أبدا أو أبدا سلدا نادرا Sometimes أحيانا غالبا Usually عادة Just للتو لحظة الأمثلة Have you ever thought about becoming a pilot هل سبق أنفكرت لها Ever يعني سبق Have you ever thought هل سبق لك أنفكر About becoming بأن تصبح Pilot طيار إذن ننتبه على ever تأتي أثناء السؤال Have you ever traveled to USA Have you ever visited this town وهكذا إذن ever نستخدمها أثناء السؤال مسبقا We've never heard the story of that man لم نسمع أبدا بقصة ذاك الرجل اللحظ بعد Have وهاز نستخدم هذه الظروف وأحيانا في نهاية الجملة إذن جميع هذه الظروف تأتي بعد Have وهاز اللحظ موقعها I've often tried to play basketball always with disastrous results حولت غالبا لألعب لقد حولت مرارا لألعب كرة السلة دائما كانت نتائج كارثية results نتائج disastrous كارثية إذن ننتبه هذه الظروف أيضا استخدمها بالمضارعة التام وتأتي بعد Have وهاز لنعرف احنا Have وهاز والفعل بالتصريف الثالث هذا موقعها في الجملة أو أحيانا تأتي وان في نهاية الجملة وننتبه إذا نستخدمها أثناء السؤال بمعنى مسبقا أو من قبل اللحظ أيضا already مسبقا أو من قبل yet بمعنى بعد أو حتى الآن تستخدم yet مع النفي والاستفهام ننتبه أيضا ever من قبل أو مسبقا تستخدم مع السؤال لاحظ I've already used this car لاحظ استخدمت هذه السيارة من قبل Have you used this car yet يعني هل استخدمت هذه السيارة قبل ألا ممكن استخدم ever بهذا المكان Have you ever used this car يعني هل استخدمتها من قبل هذه السيارة إذا أثناء السؤال استخدم ever I haven't used this car yet يعني لم استخدم أو استعمل هذه السيارة بعد لحظة yet تأتي في نهاية الجملة أثناء النفي إذا انتبه already مكانها بعد have و has بينما yet تأتي وين في نهاية الجملة بمعنى بعد وتأتي مع الاستفهام والنفي بهذا الشكل هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الظروف الزمانية التي تأتي مع المظارة التام تكلمنا عن since sometimes usually ever already just وهكذا من الظروف الزمانية وتكلمنا عن طريقة استخدامها وكيفية استخدامها في الأزمنة ومع المظارة التام أتمنى أن قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا